بعد انطلاقه منذ ست سنوات وبنجاح متواصل يبدأ اليوم برنامج مكافحة العنف والإدمان معا برامجه في معظم المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة ليغطي وبتوسع مستمر أكثر من مائة مدرسة في مختلف محافظات المملكة ويهدف البرنامج إلى توعية والتحصين الناشئة من مخاطر العنف والإدمان بمختلف أنواعه وفق منهج معتمد دوليا متماشا مع قيم تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد البحرينية العربية الأصيلة ست سنوات من الشراكة والفكر المجتمعي المستنير استثمرها برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان في تحصين الناشئة والشباب منطلقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة بغرس قيم الولاء والانتماء ورعاية جيل المستقبل والعمل على توعيته من المخاطر ومستعينا في ذلك بأحدث الوسائل العلمية والعملية وفي هذا الإطار استطاع البرنامج بأهدافه وآلياته العصرية تغطية أكثر من مائة مدرسة بكافة المحافظات يأتي برنامج مكافحة العنف والإدمان متماشيا مع استحداث شرطة خدمة المجتمع والذي أتى ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بفضل من الله وتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية والمتابعة المستمرة من قبل سعادة وزير التربية والتعليم فإن برنامج مكافحة العنف والإدمان يسير على خطة ثابتة وذلك في تحصين الناشئة من العنف والإدمان خاصة في ظل المتغيرات العالمية أضف إلى ذلك أن البحرين اليوم مؤهلة لاستضافة مركز أقليمي لتدريب وتخريج مدربي البرنامج هناك تنسيق مبدئي مع الأمان العامة لدول المجلس التعاون لتعميق التجربة خاصة في ظل إدراك دول المجلس بأهمية تواصل الشرطة المجتمعية مع طلبة المدارس وأعتقد بأن الظروف مناسبة ومتوافقة لتحقيق ذلك وها هو البرنامج يستعد للعام الدراسي الجديد مواصلا مسيرة النجاحي والتفاعل المجتمعي المسؤول في تعزيز مبدأ الشراكة وتهيئة جيل واع قادر على اتخاذ القرارات المثلة للوصول إلى حياة اجتماعية خالية من العنف والإدمان برنامج معنه برنامج توعوي تقدمه وزارة الداخلية عن طريق شرطة خلمة المجتمع لجميع المراحل الدراسية في مدارس مملكة البحرين وهذا البرنامج يعلم الطلبة المهارات الحيواتية التي يحتاجونها لمواجهة تحديات المجتمع لحياة خالية من العنف والإدمان ويهدف البرنامج إلى كسر الحاجز بين الطلبة وجهات تنفيذ القانون وتعزيز الشراكة المجتمعية عن طريق إبروز دورهم في المساهمة في الوقاية من الجريمة يجسد برنامج معن الشراكة في أفضل صورها ويمثل تجسيدا حقيقيا للدور المجتمعي البارز الذي تنهض به شرطة المجتمع يمثل برنامج معن الدور الأساسي لشرطة خدمة المجتمع في تقديم المحاضرات والدروس التوعوية داخل البيئة المدرسية ولا يقتصر عمل شرطة خدمة المجتمع في المدرسة على القاء المحاضرات وإنما القيام بعمل استمارة كشف معاينة وأيضا استمارة حصر السلوكيات ومتابعة الحالات الخاطئة وحالات العنف داخل المدرسة مع الجهات المعنية في المدرسة من خلال الشاف الاجتماعي وأيضا بعض المدرسين وتحويلها إلى الجهات المعنية إن لازم الأمر دوري في برنامج معن هو المشاركة في إعداد وتأهيل منفذين البرنامج ورفع الكفاءة والمهارات التدريسية بالنسبة لتطبيق البرنامج داخل مدارس مملكة البحرين لاحظنا في تطور إيجابي في سلوكيات الطلبة وكما أبدأ تدارات المدارس وأولياء الأمور ارتياحهم لوجود شرط معن داخل المدارس وكذلك أبدأ الطلبة مدى استفادتهم من دروس معا وتطبيقها في حياتهم وممارساتهم اليومية والله استفدت شلون أتخذ غرارات سليمة في حياتي وشلون أبتعد عن الأشخاص اللي يعطوني أشياء مضرعة مثال التدخين وشلون أبتعد عن المشاكل وخاصة برنامج معا كان يعني يعني وعيدنا لدرجة أن أي مشكلة تصدفنا في حياتنا كنا نبدأ يعني نتخطاها بسرع شيء حقق المشروع الوطني معا لمكافحة العنف والإدمان وعلى امتداد مسيرته نجاحا متميزا أسفر عن اعتماد مملكة البحرين أول مركز إقليمي للتدريب في الشرق الأوسط ليصبح الأول من نوعه في آسيا والسادس على مستوى العالم نتيجة جهود مخلصة شملت تأهيل وتدريب عدد كبير من المتدربين وتغطية عشرات المدارس واستفاد من البرنامج منذ بدايته ألاف الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية ترجمة نانسي قنقر